بنت ثلاث سنين بخدها المسجد وبتعمل طبعا يعني حركات وتحدث ضقيقا أحيانا وأهل المسجد يقولون بأنه لا يجوز لهذه الأخت الفاضلة أن تحمل ابنتها معها إلى بيت الله تبارك وتعالى وأنا أقول بل يجوز بل يجوز أن نحمل أطفالنا معنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى لكن بشرط أن لا يقف الطفل غير المميز في الصف الأول وإنما يجب أن يؤخر الطفل غير المميز إلى الصفوف الخلفية أو المتأخرة لكن ليس معنى ذلك أن نطرد أطفالنا من المساجد أو أن لا نسمح لأولادنا أن يدخلوا المساجد وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على المنبر وحمل الحسن وهو طفل يتهادى وأجلسه عن يمينه على المنبر ونظر إليه مرة وإلى الناس مرة والحديث في البخاري وقال ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وذكرت حديثا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبله الولدان فاستقبله الولدان فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم يقول فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحة كأنما أخرجهما من جونة عطار فلا حرج على الإطلاق أن نحمل أطفالنا معنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى لنعلمهم ولنعودهم بشرط أن تحرص الأخت الفاضلة على أن تعلم طفلتها ولا أن تعلم ابنتها وكذلك أرجو من إخواننا وأخاتنا من جماعة المسجد ألا يغلظوا القول الأطفال وألا يعنفوا الأطفال وأنا لا أتصور أبدا أبدا أن نعامل أطفالنا كمعاملتنا لآبائهم أقول لك أهدى أبو فلان والطفل لأمها فلانة يا أخي هذا الطفل لا نبغي أن تعامل الطفل معاملتك لأبيه أو معاملتك لأمه فهذا طفل إن لم يترب أولادنا في مساجدنا وفي بيوت الله جل وعلا فأين سيترب الأطفال وإن لم نعلم أولادنا في بيوت الله تبارك وتعالى فأين سنعلم أطفالنا أما حديث جنبوا مساجدكم الصبيانة والمجنين فهو لا يصح على الإطلاق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت عنه بأبي وأمي وروحي أنه قال جنبوا مساجدكم الصبيانة والمجنين فالصبيان تربوا في المسجد النبوي بل هناك من تقدم للإمامة وهو عمر ابن أبي سلمة وهو في السن السادسة في السادسة من عمر لكنه كان أحفظا للصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى في هذا المسجد فقدموه ليصلي إماما وأتذكر الآن حديثا آخر في غاية الجمال أن عمر الد الخطاب رضي الله عنه قابل مولا واليا من ولاته في الحج أو في سفر فقال له أنت هنا فمن خلفت على القوم قال خلفت ابن أبي أبزة أو ابن أبزة قال من ابن أبزة قال مولا من الموالي قال تخلف على القوم مولا قال إنه أحفظنا لكتاب الله يا أمير المؤمنين فقال عمر أما وقد قلت ما قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا أرفع بهذا الكتاب أقواما وخفض بها آخرين فهذا صبي صغير يتقدم الإمامة لأنه أحفظ الموجودين لكتاب الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يبارك في أولادنا جميعا إنه ذلك والقادر عليك